0 23 59 91 36 0 23 59 41 36 هكذا باش تتواصلوا معنا لانو احنا يفرحونا بزاف 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 الاتصالات بتاعكم ومشاركتكم في حصتنا اليوم اللي هي على باز يعني في الاساس لكم احنا اقولكم مشاهدي نازم نشوفوا تقارير عنا باقة متنوعة من التقارير وحتى عنا ضيوف كتار لجونا اليوم لشيخ بخيز كما قلت احنا التقارير الاول اللي راح نشوفوه هو الطريقة الشرعية للدبح لازم نشوفوه لانو كانت عنا بزاف او حتى من قبل تكون عنا تساؤلات كثيرة حول طريقة الشرعية للدبح حنا نحن نفسروا لكم هادشي في هاد التقارير دبح الاضاحي صباح يوم عيد الاضحى شعيرة اسلامية تظافرت الادلة على شريتها والحث عليها عيد الاضحى هو يوم الحج الاكبر وهو عاشر من ذي الحجة وافضل هذه الايام هو يوم عرفة ثم يوم النحر فيوم النحر هو يوم العاشر من ذي الحجة وفي هذا اليوم يتقرب الحجاج بذبح هديهم والمسلمون في ادحاء العالم بذبح اضاحيهم او اضحياتهم وينبغي المسلم ان يعلم ان هذه النسيكة لها شروط من شروطها اول شيء في الذبح ان يعرف ما كوقت الذبح فقد قال عليه الصلاة والسلام ايام بناء او ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله تعالى يقع الكثير منا كل عام في حيرة انتقاء عضحيته ومعرفة اداب وسنن الذبح التي يجب عليه اتباعها بل وقد يجد البعض معاناة في اثناء مراحل الضبح والسلخة ونزع الاحشاء الداخلية وطريقة تنظيفها بعد الضبح وكذا معرفة الدلائل على سلامة صحة الحيوانة من خلال النظر المباشر لاحشاءه لا سوفلاج نصف الرئتين هذا خطأ يعني امر غير صحي يجب تفادي نصف الرئتين النصف خطأ غير صحي تفادي تعواجب في غالبية الحالات عن طريق المشاهدة نعلم ان هناك اكياس مائية ثم عن طريق اللمس بالضغط بهذه الطريقة هذا فيما يخص الرئتين فيما يخص الكبير دائما بالمشاهدة وباللمس بهذه الطريقة زائد الجرح لذا يجب ذبح اضحية العيد بالطريقة الشرعية التي اوصان بها رب العزة والجلالة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم ومن المسلمين في كل مكان وان يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على نبينا محمد احنا من بعد التقرير نقولوا ان ان شاء الله هذه المعلومات تفيدكم كلكم مشاهدينا كما احنا افدتنا وتفيد كل الناس اللي يتدبحوا على بالي بالقدوكا كاين منكم اللي يتدبحوا وكملوا كاين منكم اللي ما زالوا يسننا ان شاء الله تفيدوا هذه المعلومات كما افدتنا احنا كما قلت لكم ضيوفنا اليوم راح يكونوا اكتار فرحانين بيهم بزاف لانه جونا من كل مكان وضيفنا اللي راح نبدو به تعهاد الصبيحة هو مميز جدا لانه جونا ام البواقي محمد جفال مرحبا بيك معنا مرحبا بيك اختراشا صح عيدكم صح عيد كل شعب جزائري وكل امة الاسلامية وكل متفرجة قناة نار كل عام وانتب خير وشكرك لانك جيتنا يعني قطعت مسافة طويلة باش جيتنا في النناني صار فيكم تستهلو صافي بليزر ربي خليك رعطيت العيد انا ويا كنا اشوفهم قبيلة في التقرير في الفيتياخ كنا اقولوا كبدا نرعطيوها راحت صحيح نحن نرعطيوها ما كاش حاجة جديدة اشيخ صار في وجه فكم الله ربي خليك وكنا كيفاش الاجواء تكون ام البواقي في هذا اليوم المبارك بو احنا العيد عندنا بسبيسيال بسكوين نسكون انا يا زي شغول في فيلاج صغير ونعرفوا بعضانا كامل بخص كتما شغول الفامي كامل تتلم اولا نروحوا كامل صارت العيد مع بعضانا كامل ومبعد كنا نروحوا للدار رحوا ديما الكبير تالعيلة نعظر كما كان كبير العيلة كان جدي الله يرحمته كنا نروحوا كامل نتلموا عنده نعيدوا عليه نغافروا له وبعد ندبحوا عنده وبعد كل واحد يروح يعني كي تعافي الأجواء تالعيد في الحومة مع الجيران مع الفامي مع العيلة لكن الأجواء تالعيلة والفامي لازم عندكم تقاليد ما تقدرواش تسمحوا فيها في العيد لازم هذه المناسبات لازم هذه لازم وما تنسيش تعني باللي شغول العيد العيد كمناسبة دايمن هو اللي لما شملتها الأقارب وكو بلوس فرس كو واحد يكون خدم وواحد يكون غير غريب سعنا العيد تتلم في العيد كامل يشوفوا بعضهم والعيد هذا يسمى عيد تع فرحة فرحة هو الإنسان اللي ضحي صوى الإنسان الفقير اللي يسمى التشارك مع هذيك الضحية اللي ضحيتها بيش تتقاسمها مع الله شغول دايما العيد يبث الفرحة في قلوب الناس والعائلة صوى الناس اللي موحمد تقوليش كونا روي يدباح اوه أنا بابا بسا نعاون على شو تقدرش تدباح نعرف بساعة شغول ما جيتنيش لوقازيون غري دازم تتعلمك دابش تعاون شوية أبديعك بساعة شغول يجي نهار العيد نقولها يخليه العيد الجاي دائما تطماغ العيد الجاي العيد الجاي أغيتني هذا كبش نسكين والله ما هي صحابة؟ صحابة؟ في حاجة صعيبة كامل في الكبش لديرها؟ والله يا غايد والله تسكي تسلخوا ولا كي تبدأوا بسرطة؟ صحابة صحابة كي تسلخوا بسكو دبيحة سعلة اه دبيحة جزت سمتكم في البلاصة ايكزاكت وتعطيها في ديرك مشوش السلخة شوية صعيبة لازم واحد يكون مش ما يبردش كم يقولوا لازم تعطيه هو سخون نحكي وش فيها على المكلاد وكا؟ الله وش تحب في كبش؟ وش تحب فيها؟ انا الكبدة صحي ما صحة الناش ضوم اش الله متحصر عليها مزكندو نجيبول الكبدة كي جتنا اليوم كي جتنا اليوم ماضيف نجيبول الكبدة حنا رانا فرحانين بزافي انك ركو معانا اليوم باش نبدأ وحديثنا اكتر ونغوص وفي حديثنا على مشوارك الفني لناس كاملة ما يسنوا فيه هاني هاني اغنية لمحمد جفالي راو حاضر معانا اليوم الكليب رائع لكن الشي اللي يميز هاد كليب انه من بعد خروجك من الحان وشباب شهر ونص فقط وشفنا الكليب والاغنية مدة قصيرة ويا بسك كنت دي جان بريباري من قبل شغل كي كنت في الداخل في الحان وشباب لالاغنية هدي خدمتها انا والاستطار قادم ما هو كان ريبيتيتار معانا في الحان وشباب وكان ممبر في الأوركاستر تعالحن وشباب دونك انا كنت دي جان تفهمانا ويا من قبل نشفى واحد نهار كنت نوميني في البريمير في الساتين برايم قال لي شوف قال لي وكان يفوطيه عليه كل ناسي من نعود قال لي الله هم بدالك في البروشي تاعي أخي يفوطيه عليها الحمد لله شغل كي خرجنا تعملت معاه وقدرنا الأغنية هدي عنده في ستوديو هنا في الجزا العصيمة وقدرت لها كليب وكان عنده فضل كبير الأستطار قادم في خرجة الأغنية هدي كان عنده فضل كبير بززاف لنحييه بالمناسبة يعني ما خفتش تتسرع في مثل هاد الأشياء يعني أنك تقوم بتصوير كليب وأغنية بعد فطرة قصيرة لأنه ناس يكونوا يسنوا فيك من بعد مسابقة مواهب أنك تقدم شيء واو وشي يعني يكون على قد المسؤولية هسك تشوف أنه هاد الكليب هو شي اللي كنت تتسنى فيه وتحلم به وأسك ما خفتش كي خديت هاد القرار أنك تتسرع في تصوير الكليب كي ما كنت تقول إذا كنت أبري ما تكون في ألحان وشباب شغل نيفو لازم شغل البيبليك يسنى منك توجور حاجة نيفو شغل تخليه توجور في هذا كي يشوفك باليارك ما زلت شغل على أوتر توجور قادر ندير نشونسون ندير لها كلي بتعليه بارول أو لا شغل بصح ما ترتقيش المستوى تعانى شغل أن الناس يتبعوني نتمنى يعني أورب يقدرني توجور نخدمنا وغير الحاجة المليحة مش توجير يشوفوا من عندي غير الحاجة المليحة كي خرجت بدأت جات أنا من بكري ميلي كنت صغير كنت نتمنى يعني كنت نتفرج دي كليب بكري خلاص كاثم السائر والجمع هذوك كنت نتمنى يقول يا درا يجي وقت يعني أنا ندير كليب هكذا إن شاء الله ومنا نهارا رحت نسجل لاشونسون أنا عادة ما زال منيش ما زال منيش مديسي دي شغل بش ندير كليب سهلوها لي يعني باسكو ينسي تشينو في الإكسperience أنا عمري ما ما مانديش تتجربة في التمثيل مالغير يدير تياطر بكري بسع شغل جامعي سهلوه يعني المهمة كيف دي جيتال أرتسون بلوس الأستطار قادم دي جي عادل يسهلوا لي المهمة ووحتى وليت نشوف في روحي شغل نعم أرتيست شغل يتنشوف في روحي إكسperience في التمثيل هذا وعندي بزاف مني دارة الكليب الحمد لله يعني الكليب يعني 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 الكليب يعني عجب بزاف للناس وكانت ردود أفعال ملاحة بزاف ما شاء الله يعني الحمد لله دي من قولك سما لليدرته والتاع بليدرته ما راحش خسارة بس كالناس عجبهم وهذه غير البداية إن شاء الله إن شاء الله حسيت أنت محمد أنك حققت حلمك لما عملت الأغنية السنجل تاعك ولا لما شاركت في مسابقة للهواد بون الحلم تاعله لتحققك شاركت ألحن وشباب بس كي يعني سنسغمو وين نسكن أنا في أمن بواقي ولا أشغل نقصة فنين نعندناش بزاف الإمكانيات باش يبرزن شانتر ثم مكانش باك عندي قبل ما ندخل للي حين الشاباب عشر سنين وأنا نغني فعشر سنين عشر سنين ما زال ما يعرفني حتى واحد عشر سنين بصح كنت تطلق أغاني على اليوتيوب كون دعا عندي عندي نقولك دي ريبريز دي كوفر كم نقوله دي ريبريز كنت نعاودي شانسون بصح عشر سنين كنت نغني في الولاية في شقون بواقيق سنطينا باتنا خنشل الأمر هدو تاعنا مي شغول كنت محتاج هدك الكود بوس بس كي يعود ممن بروحه على بلي وش عندي شغول قادر نوصر صوتي قادر نحجب للناس قادر نمد حاجة مليحة للناس جاءت الفرصة تأحان وشباب قادر نشارك ونبعد شاركت دخلت وخرجت المراد لماذا لا تقدر تشارك؟ عندي شوية بروبلام مع الوالدة ربي طول في عمرها إن شاء الله ربي طول في عمرها إن شاء الله ربي طول في عمرها إن شاء الله إن شاء الله يا ربي يخلينا كل أمهات الجزائريات والمسلمات إن شاء الله يا ربي قادر كان عندي بروبلام معها مي الحمد لله شغول قنعت هي بشغول قنعت بشي اللي راني حابو الحمد لله شغول روح قادر دخلت في السيزيامي ديسيون خرجت المريض و الحمد لله العمري فات دخلت وين وصلت وان بلوس كان عندي حلم تعني ندير غنيا ونخدم غنيا كما نقول وافيك يونيكي بروفيسيونال بس كنا ما مقبل كنت ندير بس كنا ندير معدي أماتور كما أنا مي هاد هاني هاني هادي شغول در تغيير كونيكيب 100% بروفيسيونال سواء الستوديو سواء الميزيسيين سواء كما نقوله الرياليزاتير تاع الكيب اللي دارت للكليب يعني ما شاء الله قولي وكن ما وافقت شماك أنك تدخل المجال الفني كنت راح تدخل لكم لا لا عندي شغول رضاية الوالدين يعني شا حي نقول هذي مش غير عنه هذي اي واحد في الجزائر والله شغول عندو الوالدين عندنا حاجة موقدسة يعني الحقيقة سيرتو الام انا عندي اما ومبعد يجيب الناس كاملين كفام شغول كيتقول لي هي لا لا ما قدرش كيفاش توا فقط حكي لنا يعني الحق هذرت معها بشوية 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 بصحبك شوية شوية دي شحال تلت سنين سنين الاربعة وانا نحاول يعني فهمتها شغول كيتعرف يدرك الوالدين مهما انكبرو احنا يشبوه في ناتو جور صغار يخافوا عليك من الامر ولكن انت تباليك من ديرهم بصح هما يخاف عليك في هذه الجهة فأهمتها قالت لها كيفية امامر كيف سنينتعرف كيف سنينتعرف ومننا وقناعتها بشوية وعطيتها واحد وعطيتها كلمة وكذا مانيشته الامر ولمانيشته الامر أترى ان تجول عن تكلمتي قناعتها وممالفامي مامالفامي اسمها دارومجود حاولوا حاولوا إما لأنت يا أخويا اللي دارت مجهود كبير الله أغيرت تعبتش ويأمل لي مام في ديبيوتاها كي بديت نغني كنت نغني في العراز مازدت جيسكا مات نايسا ما نختم أفرح كي بديت نغني في العراز تقول لي وراي حاول دي نقول لان ينا نخدم القش أنا نروح للصوك تاع عين مليلا وتعجنان نخدم القش لو كيتسمع فكرة يتقول لك تبتالية مالك أصائي شغل صارحت عن ذلك كنت نقول لان رايح العين مليلا نخدم القش وانا روح نغني بل كده خمس سنين وانا بالعقلية هذه صح كيفاش قدرت تتخببي؟ شغل نور ما نخدمش أولا كنت ما نغنيش في بلادي عز كيكون نغنيت ما تسمع صحيح كنت نخدم برا ونعرف اللعبة لور أولا دكتا كنت نخدم بس ناس قشا الحمد لله دورا نجيها القش جديد نقول لاني نبيع لا روحي كتوفي يبيعهم الحمد لله خمس سنين وانا نغني كما نقول بالدرقة على الدار وكيشفتك يعني في كيشفوك العائلة تاعك في الحنو الشباب على المسرح وكيشفو الكليب بدل ورايهم شوية تفكيرهم يما نقول لك بدلت ورايها بستين بالمية ربعين مازال شغل يما توجر ما زالت متحفضة شوية ما زالت متحفضة شوية بابا معايا صون فور صون أخواتي ابني عمي فاميلتي يتم كامل معايا يعني فرحوا بي بزاف كيشفوني عامنوني بزاف مامي ما فوطتها ليش رافي صح؟ لا تقدر لازم تشوف وردها يربح يربح الحاجة ماشي حابتها فصح يربح الحمد لله يعني فرحوا بي ويعني صافي بليزير مام كي جي تشوف في الاستقبال هذا كليداروهوري كيواليت من الحنو الشباب ثم أشغل تفهمي بزاف حوايش صح الحمد لله الحمد لله أنت فست بالمرتبة ثانية في هذه المسابقة ومسابقات الهوات كان يعني لك لو كان ربحت باللقب الأول واللقب الثاني والأول هو فقط والأول والجه يأتي من بعد هذا هو سيتان تيتربورغ ويأتي نحب الناس في أجل الأنجاز يصلت إلى أجل الانجاز وقد ذكرت إلى الأحلام الشباب لأنني أذهب إلى الأحلام الشباب لتعرف على ميجيسيون لتعملهم وفهلوا التطريق بعد أن نخرج نتعامل معهم الحمد لله تعرفت عليهم تعرفت على ميجيسيون جميع الأعلام الشباب أفضل وإن أعادت مسابقات فأيراً ومعني يتطعون الأعلام وكذلك وإن أصبح لأعلام ومعني يوم ومعني يتبع ومعني يتبع وإن أمس العام ومعني يتبع ومعني أمس العام ومعني أفضل في العالم العربي نعم، لم يكن أيضاً. العبرة ليس لديك تيتر. العبرة ليس لديك تخدم. ما ترى من الفنانين الذين حافظوا على استمراريتهم جزائرياً من بعد ما شاركوا في مسابقات للهواد؟ نعم بزاف. بداية نقول لأيوبا عجراد الذين يخرجوا من أعرب أيضل ودار أغنية. ما شاء الله نحية ثانية كاين سويلة بلشاب تاني لرأي باقي غير تنتجوا في نجاحات. يعني حق في نجاحات كبيرة يعني كاملا نلاحظو أغنية دارت أغنية دي جا غنية اسمها مجنون ودارت أغنية للجزائر بلد المليون. سويلة بلشاب. نعم نعم بلد المليون. وحق نجاحات لبس بها كاين تاني كنزة مرسلي كاين أنيس. كاين أنيس بورحلاني قرروا سحايدو. كاين تسمى رم شغل على بلها مجردو. شغل صعي دورك نترك في الواجهة. كثرت عن قيمان يوبا كان في عارب أيضل سوهيلة وكنزة كانوا وكانوا في ستاراكاديمي. شغل المنض يعرفك دورك. دورك هرين يدرك. صح. نقول لك ستاراكاديمي سواء تخرج في البرامي براين. سواء تضيح أدري. والله سيالة مهم شوز. فس كل الناس يعرفوك. سيبغيت. دوركي وشغل تخدم منتها أبري. صح. ناساين تحبين يعرفوك راح تخدم أبري هاد السينجل من بعد الأغنيات ستايفي مودرن. وش راح تكون عندك السينجل ولا ألبوم. وش راح توجدها؟ كاين بزاف مشاريع إن شاء الله. من هاد السينجل من هاد دي ديو. من هاد الالبوم إن شاء الله. لالبوم حاجة تستهويني وصدقيني. عندي دوركي تلت سنين وانا عندي. عندي عشرة أغنيات مكتوبين وملحنين. والترميطة مازال مدرتوش. تكتبهم وتلحنهم؟ نعم. زوج كتبتهم أنا. وكايني كتبوهم لي ولحنهم لي. أنا صراحة. زوج كتبتهم أنا. ميلو برميطة لالبوم ما زال ما درتوش. أنا صراحة. شغل أني مانيش عار فعل شي. حسروحي ما زال ما هوش وقت لالبوم. شغل ما زال ما هوش وقته. بس كي بش دير لالبوم. يلقي تكون عندك قاعدة جمهرية كبيرة. صح. وانا بس كي الله. لالبوم هذا يحددك لالكارير. ونوع الموسيقى اللي تخيره. نعم. أنا بحكم أنا شاوي. لا يبارك. لا يبارك فيك إن شاء الله. حياة شاوية. حياة شاوية. قلتك أنا شاوي. نحب نغني شاوي. نحب نغني شاوي كاللون تاعي. بس أنا بديت نغني راي. أنا أول ما بديت نغني كنت نغني راي. وكين واحد المومو وين صارت لي واحد اللقطة. مع نقولو. لروا. تعقولي تعالو غنيا شاوية. كات شو الله يرحمو. كنا في عن كونسر في دار تقافة في باتنا. وان دي ميلويت. ميل ساعتني الله ما نكتب عليك. المهم. قاعدين نريبيتي وانا نغني فالراي. جاء عندي. قاعدين سانة معيك متى الحوار بشاوية. قليش كمانيس. الشاوية معناها انتامنين. وعنا ما شغلت قليش كمانيس. قلت له انش دي مسكنت. قلت له انش دي مسكنت. قليش كذا شاوي و تغني فالراي. قليت شاوي و تغني فالراي. قال لي زعماء قليد ذركك كي تغني انت الرايش كلها هيغني الشاوي. فهمبين. آآآ. شوية حشمت. حسيت انو لازم يتاتا. هضرها انسان. نقوللك العاميد هو الميليك تها الأغنية الشاوية. بالنسبة لي كان يرحمه هو الذي قرأت على شنصن شاوي بدأت ندخل في هذه الفكرة في رأسي الفن شاوي يمشي في الدم بدأت نسمع شاوي وانا كنت نسمع شاوي وانا كنت نسمع في دوتر شنطير رئيسة جرموني نصر الدين حرة كي مزاف دي شنطير وانا نسمع فيهم وانا نسمع شاوي يخرج على صوتها وانا نسمع شاوي يحتاج هذي كما نقول وحنا يحب الخشونة الحرشة على الصوت هذي فالشاوي يتغني برجرة كما عمل قدرش تغني شاوي يشغل بالحنانة كما يقول لي وعد صاحبي كان معي في الحنانة وشباب قادة يقول لي يقول لي العمف قبل ما تعطينا إهداءاتك تغنينا شاوي تعرج لكما قلت؟ بيان سور يالله تفضل يالله تفضل الصوت نعم احنا احنا رجمة سور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ألسلة تالية للذكر والدعاء قلوب فاض حبها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولرب العزة والجبروت أرواح يفوح عطرها بالإيمان وأجساد خادع منكسر تسأل الله في هذا المقام العظيم من خير الدنيا والآخرة عندما نصلوا إلى مينا الحجاج يوم العيد كلهم يمشيوا إلى مينا وكلهم يوم العيد يروحوا المينا بايرميوا جمرة العقابة يوم العيد أول عمل نبدأ ونعملوا به هو رمي جمرة العقابة بسبع حصايات تورما بعد شروق الشمس وإلى الزوار طبعا واحد ما يقدرش ما يلحقش إلى المساء ولو إلى الليل المهم يوم العيد يرمي جمرة العقابة فقط وجمرة العقابة هي الجمرة الكبيرة التي هي منها وننزل للمكة يعني هي اللي تجي في الطرف بعدها يلتقط الحاد سبع حصايات لرمي جمرة العقابة الأولى بمينا كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبيت هناك ويصلي الفجر وسنتها صبيحة يوم النحر يتجه الحجاج إلى رمي الجمرة العقابة يوم العيد يرميها بسبع حصايات ثم بعد ذلك يحلق ولا يقصر الرجل والمرأة تقصر ويبقى هناك حتى الغدوة من ذاك باش يرمي أيام التشريق اليوم اللول ويوم الثاني من أيام التشريق ما نستطاع يوم العيد أن ينزل إلى مكة إلى المسجد الحرام ويطوف طواف الإفاضة اللي هو الركن كل الحجاج واجب عليهم يطوف هذا الطواف الحج المفرد والمتمتع والقارن يطوف هذا الطواف وهو الطواف أنتع الركن للحجاج الذين لم يتمكنوا من النزول إلى مكة المكرمة للقيام بركن الطواف يؤخرونه مباشرة بعد رمي الجمارات الثلاثة هو ما يتحلل لا يتحلل التحلل النهائي التحلل الأكبر كله حتى يطوف طواف الإفاضة عندما يطوف طواف الإفاضة يحل له كل شيء كان محظورا عليه يسأل الله أن يتقبل مننا جميعا أن يتقبل من حجاجنا ويرجعوا إن شاء الله سالمين غانمين أمين يا رب إن شاء الله ربي يتقبل من كل حجاجنا هذه الزيارة وإن شاء الله ستكون مقبولة بهذا التقرير نتفكروا كل الحجاج يولنا حجاج المسلمين طبعا حجاج الجزائر إن شاء الله نقوله إحنا يوليونا بسلامة دائما متواصلين معكم مشاهدنا عبر الأرقام نراكم تشوفوا فيها أسفل الشاشة 023 59 91 36 نعود لكم الرقم 023 59 91 36 هكذا باش نقدروا نتواصلوا معكم وتوجدوا أو تهنيوا كل الأقارب بتاعكم الناس اللي تحبوهم أصدقائكم أحبابكم عبر قناة النهار ضيوفنا متواصلين أيضا دائما معنا في هذا اليوم المفتوح باش يهنيوكم ويجووا معنا باش أيضا نحن نستمتعوا بحضورهم كما تما كل الناس لكم تشاهدوا فينا طبعا نحن نروح نشوفوا تهني ناس دائما جامعين ننسوكم جامعين ننسوكم وتهنيتا الناس ونقدموهم عبر الشاشة ما لي ما يتصلوش بنا نحن نشوفوهم مع بعض نقول لهم صحا عيدكم اليمة راي في باتشيكا وليت خاتي باتشيكا وخالي عليوها وخالي يوسف في مارسي أخويا فارس في باري وليت خالي في مارسي وليت حمتي في القصبة ومرتي صحا عيدة ويوم ماليها أمو لديها صحا عيدكم أعطيكم الصحة صحا عيدكم إن شاء الله جوزوا بصحة وإنا صحا عيدكم صحا كل أم المسلمة كل الشعب الجزائري كلهم إما قاع ناس ودفضة شلف كل فامي قاع صحا عيدكم وخاصة وليت البويرة داية برج خريس قاع صحا عيدكم وبنتي صغيرة والشيخ ولجوز والجزائر قاع وخاصة اللي رام في الحجل عندي فاميتي ثاني قاع صحا عيدكم أنا ثاني ما أقدم هذا العيد لإمه البابا أخواتي كامل سهيلة واهبة شيمة حاميد محمد عبد الحق عبد الحاميد وعبد الجليل وبلانا نساء محمد وكامل اللي عميش بي إن شاء الله وصحا عيدكم أنتم ما تاني تهاني لكل الشعب الجزائري والشعب العربي بصفة عامة للعائلة الأبنائي الوليدية وللمؤسسة لكل تلاميذ والعائلة التربونية عيد سعيد وإن شاء الله بصحة ولهناء وربخ لنا حيين وهانيين يعني نقدم هدية عيد مبارك لزوجة الأهلي وخاصة الأمتاعي اللي ربي شافيها ما تشوفش بعينها إن شاء الله ربي يعود لها البصر وخاصة الأولادي بولعم وحمد أسامة وربيعة حفصة لكل عمالة نهر سعيدة من عائلة بختي عائلة بيطراوي وعائلة أرباوي وعائلة مدح وعائلة مصبح وكل شعب الجزائري وبرك الله فيكم وصح عائدكم متعين كل جزائري يعيدين بخير وعلى خير الحجاج إن شاء الله يروحوا بخير ويعيدوا التماة بخير ونبطوا بخير و élั้ Village تعيدون ان شاء الله والوالدين والحباب وإن شاء الله الجزائري كم اللي فرحوا في العيد وإن شاء الله كم اللي يعيدون لأنكم متهمون مشاهدينا وكل ناس لتابعوا قناة النهار وأوفياء لقناتنا نحن نقول لكم خرجنا للشارع الجزائري ونقلنا كل تهاني بتاعكم في هذا اليوم المبارك دائما متواصلين معكم مع ضيوفنا الكرام ونحن ضيوفنا من نوع التقيل في هذه الصبيحة لأنه بطبيعة الحال نحب أنكم تكونوا فرحانين معنا نستضيفه أنا وياكم مشاهدين ونرحبه بفنن قدير جدا ولأننا نحاول من كل ولاية أنه واحد يمثلها ويحكي لنا عليها الجزائر ما شاء الله كبيرة بولاياتها وأيضا تقاليدها هنرحبوا مع بعضنا بالفنان القدير القبائل يبو علام بو قاسم مرحبا بيك معنا صح عيدك كل عام ونتا بخير الله يسلمك هزول في اللون صح العيدا ونام دا ماذا اللام صح عيدكم جعل الشعب الجزائري نشكرك على حضورك معنا اليوم لا شكر على واجب المشوار تاعك طويل ولا كريغ تاعك طويلة بزاف 35 سنة ونتا تقدم للفن الجزائري بالأغنية القبائلية الله يبارك عليك نعم هؤلاء الجزائري أماً خاطئانك كبيرة عام نعم هؤلاء جزائري بالكالبا سيأت بحشرة التالية نعم هزول اليوم جزائري كثير من قبل أرغنية معاً نعم هزول لذلك تحبب إذهب في القمات والسقية معكم إن شكل كذلك نعم هزول اليوم جزائري بحشرة التالية كتير من قبل الله يبارك الله يبارك. تغيير الفن من الزمان من الواحد وثمانئين حتى الدوركة فوقنا هذا. تغيير الأغنية القبائلية تغيير الفن الجزائري في رأيك؟ الفن يمشي على حساب الشعب. على حساب العالم. كان يمكننا أن يكونape تغيير الفن الذي قاله الذهاب من الوقت. وإنهاء يقضي بعد الدولة. وليس تحصل على تغيير الفن لدينا متائكمة. من هذا الأساس،أخر ينقل على تغيير الفن يلماذenk. بعد الـ 80-80، كان هناك تغيير الفن الجزائري في قائم البالي. فعلاً هناك 90% ريتمي و 10% تسمع فعلاً أدخل الحراشي و سليمان عازم الحسناوي لتحقق الأشياء وغنياء تقرأ فعلاً أدخل الحراشي في رأيك كما كشف النان كان خليفة لهذا الأسماء العمالي قلي ذكرتهم؟ جامي 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 زيدي نظر سليمان عازم جامي ما أعطب له الناس جامي زيدي جي واحد كما هو سيدي زي دول وصلوا للقيمة الور ما كش فوق القيمة ما كاش دونك سيدي زي كل كما أنا نحب الزفدح من حراشي سليمان عازم الحسناوي أي تمانقلات سيدي زي كل واحد يقرأ دوركا دوركا لجونا ستاع دوركا بهم بصحتهم برسكولو موند قاع يحبو زهو دوركا نتلقى معالي جون يقول لك خلينا من غنيتا عايكوتي نحب استدير الناس قاع مهمو ما يحبو نحو على خطرهم بالصح هاتش مليح ولا لا لا؟ نو لازم فنان يكون عندو دي شانسون إيدوكاتيف استدير فتاع تربية نعلازم فتاع الناس نحن نحن نحط خالقا باكور ما عليش ندير لك على خاطرك بي لازم تستفاد من تجربتها بالكسبريونس اللي ديتها بالدنيا هذي قلاخ والواسما ستستدير لازم لدينا حاجة فنتي ترسكو فنان ماش شانتي برو كور شانتي برو كور شانتي نو شانتي برو كالكشوز أوبيي حنا على بنا بلك راكو موجدنا أغنية جميلة جدا راح تغني هانا دوركا أريد أن أعطي المرضى للمرضى لأنه لا يشعر بالجمرة صح يجب أن يكون المرضى في سبيطر أو جوسيبا والناس يتذبح أو يتاكل في الكبد لا يخموش بأن هذا المرضى يجب أن يزوره لأن المرضى لا يسحق ندراه من يريد أن يسحق لأنه يسحق يجب أن يذهب إلى المرضى ويجب أن يقع المرضى قلوبنا راهم معكم وكل عام أنتم بخير إن شاء الله